الضبط اللي أنت تتكلم عنها يا أستاذ المساجدي نتكلم عن فئة في مناطق سيطرة الحوثي انقطعت رواتبها المواطنين بمناطق الحوثي نحو 20 مليون نسمة يعني لما نتكلم عن كثافة سكانية لليمن الكثافة السكانية الأكبر في مناطق سيطرة الحوثي الأغلب منهم يعيشون على تحويلات المغتربين مع هذه الإجراءات المتضاربة البقية اللي قاعدة تعيش على تحويلات المغتربين كيف راح تعيش اليوم؟ أعتقد بفعل ترسيخ الحوثي لنظام فصل نقدي ومالي والعزلة التي ستسبب بها في إدخال القطاع المسرفي في مناطق سيطرة الحوثي في عزلة دولية أكثر أعتقد أنه حتى هذه الأسر التي ليس لديها موظفين أو لم يعد يستلم معيلها رواتبهم من الدولة هذه الأسر كانت تعيش على تحويلات المغتربين ولكن بسبب هذا الإجراءات الحوثية سيعرق المسألة وصول تحويلات المغتربين إلى المستفيدين الرئيسيين في مناطق الحوثي بمعنى أنه سيفاقم معاناة الناس سيحرم هؤلاء الناس من التحويلات التي كانت تحصلون عليها هناك أكثر من 4 مليارات دولار تحويلة المغتربين في العام 2023 جزء كبير جدا منها كان يذهب إلى مناطق الحوثي إذن هناك عراقيل إضافية سيتسبب بها الحوثي وستحرم هذه الأسر من هذه المبالغ سنبحر بالتفاصيل